أجسام غير مألوفة دخلت فجأة لنظامنا الشمسي واقتحمته لتعلن عن حكبة جديدة تدخلها مجرة درب التبانة عدو يراه العلماء بصعوبة يتسلل الآن إلينا وأصبح قريبا جدا فما تلك الأجسام؟ وما خطورتها على الحياة؟ وهل يمكن أن تهدد بقاء الأرض يوما ما؟ كل هذا وأكثر نعرضه عليكم في الدقائق التالية إنجاز تكنولوجي ضخم لتليسكوبي غايا الفضائي وغرافيتي الأرضي في تشيلي جعل العلماء في زهول من أمرهم حيث أتاح اكتشاف نوع غير مألوف من الأقزام البنية الغامضة تسبح بين كواكب مجموعتنا الشمسية الأقزام البنية هي أجرام سماوية لا تتوفر عنها حتى الآن معلومات كافية لكن الأصعب أن النوع الجديد الذي ظهر في مجرة درب التبان له صفات غامضة تضعه في مرتبة وسطية بين الكواكب والنجوم وما زالت الدراسات قائمة للوصول إلى حقيقة تلك الأجسام الأقزام البنية تتميز بأنها أكبر من الكواكب لكنها أصغر من النجوم ومن الصعب اكتشافها نظراً إلى ضعف توهجها ولأنها تصبح غير مرئية إذا اقتربت من نجم أكثر سطوعاً منها بألف مرة وقد أجرى العلماء دراسة بشأن تلك الأقزام البنية نشرت في مجلة Astronomy and Astrophysics ويقول أحد معدي تلك الدراسة الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية سيلفستر لاكور لوكالة فرانس بقس إن رصد عدد كبير من هذه الأقزام البنية كان ممكناً لأنها كانت تتجول بمفردها وكأنها أجسام معزولة مما جعلها أكثر وضوحاً رغم أن ذلك عكس ما توقعه العلماء علماء الفلك خلال دراستهم للظاهرة استندوا إلى أحدث قائمة لما رصده المسبار الفضائي الأوروبي جايا الذي يرسم خرائط للنجوم في مجرة درب التبانة تبين مواقعها وقال عالم الفيزياء الفلكية إن بعض هذه النجوم أظهرت حركة مدارية مختلفة عن المعتاد جعلتهم يعتقدون أن قزماً بنياً يدور حولها وخلال الدراسة اختار علماء الفلك من بين آلاف النظم النجمية ثمانية لإخضاعها للدراسة ركزت أداة غرافيتي في التلسكوب الكبير جداً التابعي للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي على الموقع المتوقع بحسب ما شرحت الباحثة في جامعة جرونوبيل ألب كارين بابوزيو التي شاركت أيضاً في الدراسة وفقاً لوكالة فرانس بغيس ومقياس التداخل بصفته عدسة مكبرة تولى إجراء قياس دقيق للأجسام التي سبق أن رصدها غايا ما مكن العلماء من تحليل توهجها وكتلتها واستنتاج وجود أقزام بنية لخمسة من النظم النجمية الثمانية وبالدراسة تبين أن هذه الأقزام البنية التي تعتبر الرفيقة الخفية للنجوم وتقع على بعد أقل من 200 سنة ضوئية من الأرض ذات كتلتين تفوق ما بين 60 و 80 مرة كتلة كوكب المشتري هذا الاكتشاف سيتيح فرصة لتكوين فكرة أفضل عن ما هي الأقزام البنية وهي أجرام سماوية يمكن مقارنتها بالنجوم المجهضة ويهتم العلماء بمعرفة ما إذا كانت هذه الأجسام تولد مثل النجوم بواسطة سحابة غازية مضغوطة أو مثل الكواكب على أطراف قرص تراكم حول نجم ويعتبر هذا هدفهم الرئيس من دراسة الظاهرة الغريبة ترجمة نانسي قنقر